الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته حديثنا إليكم متصل في موضوع الحج في زمن جائحة كورونا وكنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن أهمية الحج وفضله وعن قصة بناء البيت وعن أهم الأحداث التاريخية التي أدت إلى توقف فريضة الحج وعن التدابير التي اتخذت في هذا العام من قبل حكومة البلاد وفقها الله للحد من أعداد الحجاج وعدم السماح بالحج للأعداد الكبيرة التي كانت تفد إلى هذه الديار المقدسة من المسلمين من شتى بقاع الأرض وتقرر الاقتصار على عدد محدود حفاظا على استمرارية الشعيرة وعدم انقطاعها وقلنا إن الباعث على ذلك هو السعي إلى الحد من الآثار الخطيرة لانتشار الوباء بين الناس بسبب ما يحصل في الحج من التجمعات الكبيرة وكثرة الازدحام والاختلاط والتي هي البيئة الخصبة لانتقال المرض وانتشاره وكل شيء بقدر الله سبحانه وتأتي شعيرة الحج هذه في أزمنة فاضلة عظم الله شأنها ورفع قدرها تنبيها للمؤمنين وإرشادا لهم حتى يحافظوا على حرمتها وحتى يغتنموا ما فيها من الأجر والثواب الجزيل فالحج يأتي في الأشهر الحرم التي بيّنها الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وللناس حتى يلتزموا بما يليق بها من التعظيم والتكريم فتتم فريضة الحج فيها بأمن وآمان وسعي إلى رضوان الله وبعد عن التظالم والعدوان قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وهذه الأشهر الحرم ثلاثة منها متواليات وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم والشهر الرابع هو شهر رجب وهذه الثلاثة الأول متوالية وأما شهر رجب فيأتي بعد عدة أشهر ومن حكمة هذه الأشهر أن الناس كانوا في الجاهلية قبل الإسلام في حروب ونزاعات وعدوان وسلب ونهب لا يتمكن معه قاصد البيت الحرام من الوصول إليه بسبب ذلك فجعل الله سبحانه هذه الأشهر ليتمكن من أراد الوصول إلى البيت من مقصده في أمن وأمان فيؤدي نسكه ويرجع إلى أهله سالما وكان أهل الجاهلية مع كفرهم وضلالهم يعظمون هذه الأشهر فيلتزمون فيها بترك القتال والاعتداء وهو أمر استمر فيهم من بقايا دين إبراهيم عليه السلام وإن كانوا قد حرفوا فيه بالنسيء وهو تأخير بعض الأشهر الحرم عن ميقاتها ليرووا عطشهم إلى الاعتداء والظلم وهذا ما عابه الله وأنكره عليهم في قوله جل ذكره إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين ومن تعظيمهم لحرمة هذه الأشهر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث سرية إلى بطن نحلة تترصد له أخبار قريش فمرت قافلة لقريش بالمكان الذي فيه السرية فقاتلهم المسلمون وقتلوا منهم واحدا وأسروا اثنين وأخذوا القافلة والأسرى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة فاتخذ المشركون في مكة من ذلك ذريعة للتشنيع على المسلمين لأن هذا الحادث وقع في شهر رجب كما قالوا وهو من الأشهر الحرم التي يقر ويعترف الجميع بحرمة هذه الأفعال فيها فقال المشركون يعيرون المسلمين أتقتلون في الشهر الحرام فأنزل الله تبارك وتعالى قوله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فأبطل الله تبارك وتعالى بذلك حجتهم ورد عليهم بأن القتال في الأشهر الحرم دفاعا عن النفس وردعا للظلم لا حرج فيه ثم كيف يستنكرون هذا على المسلمين متذرعين بحرمة الأشهر الحرم وهم لم يرعووا عن عدوانهم وظلمهم بصدهم عن سبيل الله والكفر به وإخراج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من بلدهم فأينما يزعمونه من رعايتهم للحرمات وهم يفعلون كل هذه المظالم والإحرام بالحج ينعقد فيما عرف بأشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذو الحجة ولا يقع ولا ينعقد في غيرها من أشهر العام وقد ذكر الله ذلك في كتابه الكريم في قوله الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقون يا أولي الألباب وهي وإن لم تكن ثلاثة أشهر كاملة حتى يتحقق الجمع في كلمة أشهر لكنه من باب التغليب لأنها في الواقع شهران وعشرة أيام ولكن عبر عنها بالجمع فمن كتب الله له الحج في هذا العام بأن كان ممن وقع عليهم الاختيار لأن يكونوا ضمن العدد المحدد المتاح فهذا فضل عظيم تيسر لهم وعلى من حصل له ذلك أن يلتزم بالشروط والضوابط التي تحددها الجهات المسؤولة والتي تهدف إلى المصلحة العامة وإلى المحافظة على صحة الناس والحد من انتشار الوباء وهو كغيره من المسلمين الذين يندب لهم الحرص على الاستكثار من الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة لأنها أفضل وأحب إلى الله من الأعمال الصالحة في غيرها وعليه أيضا أن يحرص على تمام نسكه وأن يحافظ على محظورات الإحرام فلا يقع فيها أما من لم يتأسر له ذلك وهو حال غالب الناس فإنه بنيته الصالحة وعزمه على أداء النسك الذي لم يستطع أداءه في هذا العام ما رأى رغبته فيه وتعلق قلبه به مما يكتب له به الأجر عند الله سبحانه وتعالى فقد جاء في الحديث الصحيح فيما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عشرة حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة وشأن النية الصالحة في الإسلام شأن عظيم فإنها أساس قبول العمل إذا قام به العامل كما جاء في الحديث الصحيح فيما رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نواء فإذا صدق عزم المسلم على عمل صالح وحال دونه ما يمنع منه فإنه بنيته هذه يكسب أجر العمل الصالح بفضل الله ورحمته حتى ولو لم يعمل كما جاء في الحديث الصحيح عن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه منازل الشهداء وإن مات على فراشه وفي أشهر الحج هذه تقع عشر ذي الحجة وهي الأيام العشرة الأول منه والتي هي أفضل أيام العام كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء وقد قال جمهور أهل التفسير أن القسم الوارد في قوله تبارك وتعالى في سورة الفجر والفجر وليال عشر أن المقصود بهذه الليالي العشر عشر ذي الحجة فهذه العشر بهذا الفضل العظيم من المولى الكريم فرصة متاحة لكل مسلم أن يغتنمها وأن يبادر إلى حوز ما استطاع من فضلها وأجرها الذي هو أكبر من أجر الجهاد في سبيل الله إلا في حالات خاصة دقيقة والمسلم الحريص على آخرته مطلوب منه المسارعة إلى ذلك كما قال جل ذكره وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وأول ما ينبغي الحرص عليه والاعتناء به في هذه العشر المباركة من بدايتها التكبير الذي هو تعظيم لله جل وعلا وإذعان لكبريائه واعتراف بأنه أكبر من كل كبير لا شيء يداني لا في ذاته ولا في صفاته ولا في قدره ولا في قدرته وهذا نجده ماثلا مكررا في كل يوم في أذان الصلاة الذي يبدأ فيه بتكرار هذه اللفظة أربع مرات وفي ختام الأذان مرتين وكذلك في الإقامة حيث تبدأ بتكرارها مرتين وفي ختامها مرتين أيضا وفي الصلوات حيث تبدأ الصلاة بتكبيرة الإحرام التي هي ركن الصلاة ومفتتحها وفي ثناياها فيما يسمى بتكبيرات الانتقال وفي الذكر بعد الصلاة وفي غير ذلك كل هذا حتى يستقر هذا المعنى في نفس الإنسان المسلم فيزيد تعلقه بربه وتعظيمه له وتزيد الاستكانة له وقد جاء في الحديث فيما رواه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد وفضل التكبير يحصل بصياغ عديدة كلها خير وكيفما كبر المسلم فقد حقق المطلوب ومما ورد في صياغ التكبير عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنهما كانا يكبران فيقولان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وورد عن الصحابي سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه كان يكبر فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا وورد عن ابن عباز رضي الله عنهما أنه كان يكبر فيقول الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد هذا التكبير يكون من دخول عشر للحجة في كل الأوقات إلى نهاية أيام التشريق في المساجد وفي الطرقات وفي الأسواق وفي البيوت وهناك تكبير مقيد بعد الصلوات من يوم عيد الأضحى إلى نهاية أيام التشريق وهي الأيام الثلاثة التي تلي يوم النهر ونظرا لأهمية التكبير هذا فقد كان أبو هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما وهذا من باب تذكير الناس وحثهم على هذا العمل المبارك المبرور خاصة في الأماكن التي يكثر فيها اللغط والغفلة وهي الأسواق هذه الأيام أيضا كما تقدم ميدان لاقتناص الأجور والاستزادة من الفضائل ومما يقرب من الله سبحانه وتعالى والعمل الصالح الذي جاء الترغيب فيه في هذا العشر في هذه العشر وصف شامل لكل ما يتقرب به إلى الله مما يحبه ويرضاه فالذكر والدعاء وقراءة القرآن والصوم والصلاة والصدقة وإعادة المحتاجين وإغاثة الملهوفين والبر بالوالدين وصلة الأقارب والإحسان إلى اليتامى وإلى الجيران والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكف الأذى عن الناس والبعد عن كل ما حرم الله وغيرها من الأعمال الصالحة التي هي من شعب الإيمان كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وكما جاء فيما رواه الصحابي الجليل أبو ذرر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تبسمك في وجه أخيك لك صدقة وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة وهذه الأمور وإن كانت مختلفة المراتب إلا أنها مطلوبة كلها وعلى المسلم أن لا يزهد في شيء منها متى ما تيسر له وكون العمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل وأحب إلى الله فإنه يكون أيضا في أجره بحسب العمل في فرضه ونفله ودرجة أهميته فالفرض في هذه الأيام أجره أفضل من الفرض في غيره وكذلك النفل وهكذا في بقية الأعمال الصالحة أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن لا يحرمنا خير هذه العشر وبرها وأن يكتو لنا فيها أوفر الحظ والنصيب وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة أستودعكم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر